شح المياه الصالحة للشرب أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي الكثير من المناطق في بغداد تعاني من أزمة ماء حقيقية ما دفعهم للجوء إلى محطات تصفية المياه R.O. والتي تحولت من حل مؤقت للأزمة إلى هم يضاف إلى هموم العراقيين العطشة نحن نعاني من شحة المياه بسبب محطات المياه ومع تقعس السلطات عن تزويد السكان بالمياه العذبة المأمونة الكافية ازدهر القطاع الخاص للمياه بعد أن شجعت السلطات على حيازة محطات التحلية والتصفية بالتناضح العكسي R.O. والسيارات الحوضية لنقل المياه من دون إلزامهم بمعايير ضمان معالجة سليمة للمياه عبر التراخيص الممنوحة لهم يعني جاي تشوف بكل فرع تشوف محطة مي آرو بالبداية ومنهاية الفرع محطة مي آرو ومطارات عملاقة تشتغل وتسحب المي تشوف التجاوزات من تشرع بكثرة على كل بغداد وبالأخص الأطراف يعني جاي تتعاني معانات يعني المواطن أصلا مي ما يوصل له من خلال هاي التجاوزات فالريد أن أمانة بغداد تخلي حدل هاي المسألة على التجاوزات ومو بس على المي كما أغفخت السلطات في ضمان ربط جميع السكان بشبكة المياه والصرف الصحي ما شجع الأسر المستثنات من الشبكة على استغلالها بشكل غير قانوني يعني جاي نشوفها يكسر البوري ويطلع بوره وحده وياخذ مي ويسحب وبكيفه ولا أكو رقابة لا أكو جهة مسؤولة عن هاي المحطات اتراقبها من تجيب المي وين توديه يعني ليش يتشحنا؟ المناطق هاي مناطقنا ما بيها مي من وراء هاي المحطات ما لتصفية السلطات الحكومية أقرت بالتقصير والفوضى العارمة التي باتت تحيط بملف محطات تصفية المياه ما أثر سلبا على تأمين مياه الشرب للعراقي قسم من هذه المحطات أو المعامل هي مجازة بشكل رسمي اللي تجهز المياه المعبئة وقسم من هذه المعامل هي دكاكين عبارة عن دكاكين ومخازن صغيرة تنتشر في الأزقة ويعاني العراق منذ عام 2003 من حكومات أساءت إدارة موارد المياه وأهملت البحث عن الحلول المناسبة للأزمة حتى بات حصول المواطن على ماء الشرب أحد جوانب معاناته وأحد أجمل أمني اشتركوا في القناة